موسيقى رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بتتلقى أسئلتكم بكل فرح وسعادة وإحنا كمان بيتنور قلوبنا أسئلتكم المباركة وخاصة وإحنا في الشهر رحينا على الشهر الفضيل وربنا سبحانه وتعالى بيجي على المجالس النور تزداد دلقلقا وتزداد بركة وتزداد نور كلما اقتربت من مواطن النور مواطن البركة مواطن المحبة مواطن الوسع مواطن نظر الله سبحانه وتعالى زي شهر رمضان تعالوا نشوف أول سؤال وصعنا بيقول إيه أول سؤال بيقول مساء الخير أنا كنت فطرت رمضان اللي فات بسبب الحمل والولادة الحمد لله على السلام وبعد رمضان ما خلص صمت 11 يوم وما قدرتش أكمل الصيام فما المبلغ المطلوب كفارة عن الصيام مين قال عنين فع مبلغ أنت أفطرت لأنك أنت كنت في حكم المريض الحمل والرضاع بيأخذوا حكم المريض فحكم المريض إيه فعدة من أيام الأخر فأنت مفروض تصم فأنت صمت 11 يوم فإيه اللي حاصل عا تكملي باية الأيام بتقول لي بس دي رمضان الجديد هيدخل أهو وأنا ما صمتش أعمل إيه بعد ما رمضان يخلص تبتدي صيام الأياء التسعتاشر يوم أو التمنتاشر يوم بحسب السنة اللي فاتتك دي كانت تسعة وعشرين ولا تلاتين هتصوم التسعتاشر يوم أو التمنتاشر يوم اللي فاتوكي مرة تانية بعد ما تتخلصي الصيام رمضان يبقى إيه اللي حاصل وينفع تخلي الستة من شوال من هذه الأيام ينفع يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت هتصوم القضاء بعد ما تخلصي طب ليه ما تفعش كفار يعني ليه ما تفعش فدية هقولك لأن أنت قادرة تصومي وما دوم أنت قادرة تصومي يبقى عليك أن أنت تقضي الأيام اللي فاتتك وما تدفعيش فدية ولا تدفعي مال انت عليك ان انت تصومي وتقضي ما فاتك من هذه الايام بسبب الحم وبسبب كمان الولادة وبسبب الرضاة يبقى ايذن عليك ان انت تصومي وليس عليك ان تكفري يبقى ايه اللي حاصل طب السؤال بعد ما يخلص رمضان بقى مش ادفع فدية مع الصيام لا هتصومي وبس هذا ما استقرت عليه الفتوى في در الافتاء المصري السؤال التاني بيقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عايزة اسأل سؤال لو ممكن من حضرتك الرد سريعا ولكن جزيل الشكر هو الطلاق حرام او بمعنى اخر ربنا هيكون زعلان مني انا اعرف وكأن حضرتك تقولي ربنا هيكون زعلان مني يعني هذا الفعل يغض بالله سبحانه وتعالى نعم الفعل ده يغض بالله سبحانه وتعالى اذا كنت انت هتطلبي الطلاق بدون سبب يعني هي تطلبي الطلاق بدون سبب ايه اللي حصل ايه اللي حصل بينك وبين زوجك ما فيش حاجة بس انا والله الجواز ده زيقت منه بقى فيه ناس بتعمل كده اه فيه ناس بتعمل كده احنا عندنا خمس مصايب حصلت في الجواز في الفترة اللي احنا فيها دي فيه النصف الثاني من الايه النصف الثاني من القرن الماضي ويحنا مشيين في البلاء ده لغاية ما بقت ارتفعت نسب الطلاق بهذه الطريقة اللي حقيكم شايفينها حصل ظاهرة زواج التجريب بيجربوا بعض اذا ببسطنا نكمل الجواز ده ما ببسطناش نتطلق وفيه جواز البيزنس جواز البيزنس مش ان حد يتجاوز حد عشان يحصل على فلوس سواء زوجة او زوجة لكن جواز البيزنس معناه يعني نتجاوز بعض لو خسائر الجواز دي لو انا ما حصلتش مقابل اللي انا دفعته في الجوازة دي يبقى كده خسائري اكتر من ارباح لا انا ما لقاش لازم واحنا ساعدنا الناس دي لما قلنا ان الجواز مالو شركة فالناس لا حتصدقت فالشركة يبقى ايه لازم ارباحها تبقى اكتر من خسائرة طب لو خسائرة اكتر من ارباحها لا نفضها شرك ما لقاش لازم اتجاوز ده يبقى كمان ده مصيبة تانية حصلة في الجوازة مصيبة التالتة الناس اتجاوزت جواز اليأس والاحباط جوزوا ان خلاص هيفوت على الاطر فمين قال ان الناس لازم تتجاوز عشان فقط بس الوصمة اللي ممكن يحصل لهم من ان ما تجاوزوش ده كلام فارغ وكلام سخيف مش حقيقي مش لازم يحصل ده طيب لا حاول ولا قوة الا بالله يبقى عندنا اول حاجة ما ينفعش ان احنا نتجاوز عشان الوصمة ما ينفعش نتجاوز كمان عشان المصالح والخسائر وان احنا عايزين نربح في الجواز بس الامر التالت ما ينفعش نتجاوز عشان نجرب بعض انا بقول كده ليه لان السؤال ده بيتجاوب عليه امتى يكون الجواز امتى يكون الطلاق حرام لما حد يطلق عشان هو اجرب ومش عاجبه التجربة اه لا لا ده بسبب الطلاق الطلاق لازم يكون فيه دافع لازم يكون فيه ضرر حتى لو كانت ضرر 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 معناوي حقيقي خلاص ما بقيتش قادرة تعيش معاه خالص لان صفاتهم مش متفقة ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل مرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس يعني من غير السبب لا تشم رائحة الجنة ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ارد لها الجواز انه يكون محل تكريم قالت لا بس الجواز اللي انا متجوزها ده مش محل تكريم ايوه ده سبب ده سبب للطلاق الجواز اللي انا متجوزها ده اهانة لكن واحدة زوجها متجوزها ويسعى في رضاها ويحافظ عليها وراجل تقي وراجل بيحب لها الخير وراجل بيسعى لكذا فهي قالت ايه؟ والله الجواز ده كفايا عشر سنين كفايا خمسة عشر سنة كفايا والله الوقت اللي احنا لشنا ما بعد انا عايزة اعيش بلا زوج لا ده حرام عليها اه حرام عليها ان هي تطلب الطلاق لكن انا حاسة ان الجواز بقى بيستهلكني انا حاسة ان الجواز ده بيقلمني لان زوجي مش قادر بيعملني بطريقة بتجعل نفسي في حالة الطراب لا هذا سبب لكن التاني بلا سبب التاني بلا سبب فاذا المرأة طلبت الطلاق بلا سبب اه حرام اه حرام طب اذا طلبت المرأة اطلاق بسبب لا لاها ان تفعل هذا لدرجة المرأة راحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له الناس هيقول اهم ان ده من غير سبب لا قالت له ايه يا رسول الله اني اكره الكفر بعد الايمان واني لا اريد ان ابقى زوجة لفلان اه هي بتقول ايه هي مش قادرة تعيش معا في اسباب كتير ورد بقى في الاحاديث لكن هي مش قادرة تعيش معا وخيفة ان هي يؤدي ذلك الى ماذا الى عدم القيام بالواجبات الشرعية وعدم العيش بشكل صحيح ليه طيب هي مش مال يعنيها مش مال يعنيها يعني ايه يعني الصفات اللي عنده دي هي الصفات في الحقيقة لا تجعلها في امان آه هي طلب الطلاء لانها تريد ان تكون في امان تريد ان تحافظ على تقواه مش ان هي مزاجها مش مبسوط من الجوازة دي تابعوا الى ايوم مزاجها مش مبسوط من الجوازة دي تعمل ايه تروح تتزكى ونفس ومسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها الكلام ده بنقوله للست بس بنقوله للست ونراجع على فكرة للاتنين لأنه ده مثقليز فلا يجوز التلعب بيه ولا يجوز أذى الرجل أو أذى المرأة من أجل التطليق حرام ده كمان لكن إذا حدث أن الناس تتجاوز والناس يؤدي إلى المهانة وإلى كسر الخواطر وإلى الأذى وإلى الظلم لا الشخص التاني من حقه أنه يطلب الطلاق إذا كان مظلوما إذا كان مظلوما طيب إذا كان ده غير السبب لا هيكون الطلاق حرام أظن مسألة واضحة وضوحا ليس فيه لبس حد يقول بقى طيب الحالة اللي أنا فيها بقى دي أنا كده فيه ضرر وقع علي أو فيه أذا وقع علي أو إن أنا أنت اللي هتقدر وإنت اللي هتقدري لذلك لازم نفهم ده بشكل واضح السؤال بعد كده بيقول إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي مشكلة ومحتاج رأيي فضيلة الدكتور بنتي خمستاشر سنة ما شاء الله وأنا أريب منها وبحاول أكون أخ أو صديق معاه كويس بس هي كدبت علي مرة وعدت شهرين ما كلمهاش شهرين طب وهي في الشهرين دي لما كانت حايزة تتوب وعايزة حد يقف جنبها كمين اللي بيقف جنبها أليها صديق داني ولا ولا ليها صديقة تانية انت مش قلت ان انت بتحاول تكون صديق لها واخ وهي ما وهي مش جات اعتذرت ولا ودخل علينا رمضان وسمحتها وتكلمت معاها وأكدت وأكدت لي ان هي كانت غلطانة ومش هتعمل كده تاني وبعد ست شهر جيت بالتاني وثابت الدرس وراحت مع صحبتها اللي أنا قيل لها تبعد عنها أنا دلوقتي ضربتها وحرمتها لا حولها قولت وحرمتها من الدروس ولا ولا بتكلمني تاني ولا اعتذرت أنا خايف عليها أعمل إيه أنا عايزك تخاف عليها منك اللي انت بتعمله ده ما يتنسبش مع السن اللي انت بتقول عليه ده يعني انت لما قلت السؤال أنا نظرت للسن اللي هنا ده عندها 15 سنة وتضربها تضربها ليه بقى لان هي كتبت تاني كتبت وثابت الدرس لان هي كانت محتاجة تروح معها اه صح الكتب حرام بس تضربها وهي في السن ده اهي رجع التاني ايه اللي حاصل تحاول تجد سند تحاول إيه تسند نفسها بنفسها الوصف اللي عندي ده انا اقول حاجتين اول حاجة نصيحة لحضرتك انت حضرتك بتعمل مشروع الاحتواء البديل ايه الاحتواء البديل ان هي هتفر من حضرتك وهتبحث عن سند في مكان تاني السن ده ما يتضربش ما يتضربش خالص ما يتضربش ليه لان ده سن التمرد وانت لما بتضربها هي بتحس بالمهانة الشديدة وهتضطر تعمل ايه تبحث عن حد تحس بان هي انسانة محترمة الضرب هنا ده بيكسر النفس في السن ده اذا عاش الانسان وما عملش غلط بيعيش مكسور النفس ويحس دايما ويلاقي الناس اللي اتضربوا بدأوا بعد ما كانوا متفوقين يبقوا ولعاء ويبقوا الناس عندهم ضعف نفسي لا قادرين يحصلوا ولا قادرين يفكروا والامور تعقدت عندهم فلذلك ايه اللي حاصل انا متصور ان كمان الدرب اللي انت دربت قولها ده دربي بيشتمل على حرمة يعني لو كان فيه درب في الواجه او دربي بيعلم او دربي كذا يقولي ده ايه العنف ده فانا شايف في الحقيقة انت بتسألني اعمل ايه روح احتضن بنتك واعتذر لها ان انت ضربتها وقل لها بدل ما تكذبي تاني يا بنتي الحاجة اللي انت عايزاها تعالي قوليلي عليها ونتناقش فيها انا صديقك والصديق معناه ان انت تيجي تصدقيني انا مش اشوف كرمتي ان انا اقدمه على انك انت تروحي وتتعلمي صفة او تفقد القيم تعالي نتكلم انت محتاج ان انت تترك قسوة القلب شوية الحقيقة يعني مش هي دي الطريقة اللي ممكن يتربع بها الناس وعشان ما تتسرعش يعني والسادة المشاهدين يتسرعوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكرة لو حد قال اه بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل كده مع ولد انما دي بنت انتوا حضراتكم كده بتفسدوا الحياة وبتعملوا تخصصات في القيم لم ترت في الشرع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا انس خدمت رسول الله عشرة سينين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته للنصاب في رايح على سن المراهقة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه ازاي يتكون شخصيته فانت جاي حضرتك في اهم فترة بتتكون فيها شخصية منتك بتكسرها روحوا اقض معاها وكلمها وتوعد وهي لو اخطأت علمها ان هي التوب الى الله مش علمها ان الخطأ ده نعاية العلاقة بينك وبينها ونهاية الثقة طب هي ترجع ربنا ليه لو انت كنت بتقول لها الكتب 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 فهي كتبت في ايه اللي حاصل فحست عشان هي كتبت مفيش طريق للرجوع طب ازا ما كانتش في طريق للرجوع هي تعمل ايه هتستبيع واضيع فتكون عونا للشيطان عليها الراجل جيه وهو مجلود يعني ارتكب ما به يجلد حدا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلش ان حد يتكلم عليه كلمة غير مناسبة لانه ما زال له عرض فقال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك فانه ما زال يحب الله ورسوله انا بقول لك لا تكن عونا للشيطان على بنتك فانها ما زالت تحب الله ورسوله لما اعدت مش رضي تكلمك لان هي حاسة ان هي مكسورة عايزة لما تيجي تكلمك تكلم والدها اللي بتحبه مش تيجي تكلم اللي كسرها حاول ان انت تقول لها ان الضرب ده كان غلطة ومش هتكرر زي ما انتي لازم توعديني ان الكذب كبيرة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الابواب عشان نتوب منها تعالي انا وانت انتوب انا توب من العنف وانت التوب الى الله من الكذب ونوعد بعض ان احنا لا فينا حد يكذب ولا فينا حد يبقاسي القلب يا رب كرمنا عشان احنا نكون من اهل طعتك من اهل رحمتك من اهل الامان اللي حضرتك بتفيد بيه على اهل هذه الارض واهل السماوات يا رب جعلنا باب من ابواب الرحمة لا في حد يتوجع مننا ولا في حد يتأذي مننا ولا في حد قلبه نكون احنا سبب في كسره يا رب جعلنا دايما من اهل الرحمة نرحم ونترحم ومن اهل الفضل ومن اهل اللطف نكون باب من ابواب نزول لطفك على عبادك يا رب العالمين اكرمنا وارحمنا وجعلنا يا ربنا دائما سندا لعبادك الفقراء وجعلنا نذوق حلاوة انك ترسل مددك على ايدينا لعبادك ليصلوا اليك بالرضى والمحبة والانس يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ارحمنا وجعلنا من الراحمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة